السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقوم بإضافتها إلى ملف الإخراج لتحديد نوع النظام المستهدف والتنسيق الخاص بالحمولة وما إلا ذلك من الخيارات الأخرى أما بالنسبة لموضوع اليوم سنشرح فيه عمليا بالتفصيل جميع مراحل وخطوات الدمج لملف البيلود مع ملفات ABK الخاص بأنظمة الاندرويد وذلك باستخدام الميتاسبلويد وأيضا بعض الأدوات الأخرى التي رح نقوم بتثبيتها على التيرموكس طبعا كلنا يعلم أساسا ما هي عملية الدمج أو حقن الحمولات لذلك وحتى لو طيل عليكم بالمقدمة دعونا ننتقل مباشرة إلى شرح الموضوع إذن في البداية أخي الكريم وحتى نتمكن من إقراء عملية الدمج للحمولات مع ملفات الابكي نحتاج إلى تنزيل وتثبيت أداة AB Key Tool وأيضا بعض التبعيات اللازمة لتشغيل الأداة لذلك بعد فتح واجهة تيرموكس رح نقوم أولا بتنفيذ أمر التنزيل والترقيل لحزم المكتبات ABT Update and ABT Upgrade and ABT Upgrade بعد اكتمال الترقيل للحزم والمكتبات نقوم بتنفيذ الأمر التالي لتنزيل وتثبيت حزم القافة على التيرموكس نقوم بتنزيل وتثبيت حزم المكتبات نقوم بتنزيل وتثبيت حزم المكتبات بعد اكتمال التنزيل وتثبيت الحزم القافة نقوم بتنفيذ الأمر Get Clone مسافة ثم نضيف الرابط التالي لتنزيل أداة اكتمال التنزيل والمكتبات الآن بعد اكتمال التنزيل راح ننتقل إلى الدليل الخاص بمجلد الأداة ثم نقوم بتنفيذ أمر التثبيت bash install.sh ونضط انتار إذن أخي الكريم الآن بعد اكتمال خطوات التثبيت للأداة راح ننتقل إلى المرحلة التالية من الشرح وهو دمج البيلود مع ملف APK لنتمكن من عملية الدمج أو الحق لملف الحمولة طبعا أنا حاليا قمت بتنزيل ملف APK معدل والذي راح نستخدمه في هذا الشرح أيضا راح أضع لكم أسفل الفيديو رابط ملف يحتوي على جميع الأوامر وروابط خاصة ببعض المواقع التي يمكنك من خلالها تنزيل ملفات APK معدلة الآن أخي الكريم بعد أن قمنا بتنزيل ملف APK راح ننتقل إلى خطوات الدمج لملف البيلود إذن نقم أولا بتنفيذ الأمر الخاص بإنشاء الحمولة msf-pnome نضع مسافة شرطة وحرف X ثم نكتب المسار الخاص بملف APK طبعا نستخدم شرطة وحرف X للإشارة إلى إضافة قالب مخصص لملف الحمولة نضع مسافة شرطة وحرف B ثم نقم بتعيين الحمولات كالتالي مسافة ونقم بتعيين الهوست والذي هو طبعا الأيب الخاص بالمهاجم بعد ذلك مسافة ونقم بتعيين البرت وليكن على سبيل المثال 4,444 مسافة ثم نضيف نوع التنسيق الخاص بالحمولة طبعا نستخدم التنسيق الافتراضي RAW بعد ذلك نضع مسافة ثم شرطة وحرف O ونكتب الإسم النهائي لملف الإخراج ثم ينتر طبعا إذا وجهتنا نفس هذه المشكلة راح ننتقل من خلال هذا المسار إلى البرنامج النصي لملف APK الخاص بربط الحمولة بعد فتح الملف نضغط CTRL وحرف W للبحث عن كلمات version.new ثم نستبدل رقم الإصدار الحالي بالإصدار 2.7.0 ونحفظ الملف CTRL وحرف X ثم حرف Y ونضغط ENTER بعد ذلك نقوم مرة أخرى بتنفيذ الأمر السابق لدمج البيلود في الملف إذا أخي الكريم بعد اكتمال عملية الدمج لملف البايلود راح نقوم الآن بمحاذاة بيانات ملف APK لتحسين الأداء ثم إضافة التوقيع إلى الملف النهاي الخاص بالحمولة ومن أجل ذلك نحتاج أولا إلى إنشاء Keystore File والذي هو طبعا ملف المفاتيح أو الشهادة التي يمكننا من خلالها إضافة التوقيع إلى ملف التطبيق طبعا وكما ذكرت لكم سابقا راح أضع لكم أسفل فيديو رابط لملف يحتوي على جميع الأوامر المستخدمة في هذا الشارع إذن نقوم الآن بنسخة الأمر الخاص بإنشاء ملف التوقيع ثم لصق ونضغط ENTER الآن راح يطلب منا تعيين كلمة مرور جديدة للملف نقوم بإضافة كلمة المرور ونضغط ENTER مرة أخرى نقوم بتأكيد كلمة المرور ثم ENTER بعد ذلك راح يطلب منا إدخال معلومات الاسم نكتب الاسم ثم ENTER بعد ذلك اسم المنظمة طبعا يمكنك استخدام أي اسم أو معلومات لتمله هذه البيانات فقط يجب أن نحفظ كلمة المرور بالنسبة للمدينة والمحافظة والدولة نضح حرفين حرفين أخيرا نقوم بكتابة YES للموافقة على هذه المعلومات وإنشاء ملف كيستور ثم ENTER إذن بعد إنشاء كيستور الذي هو ملف التوقيع راح نقوم الآن بتنفيذ الأمر التالي لتفكيك ملف APK طبعا هذه الخطوة مهمة جدا حتى نستطيع بعد ذلك من محاذرة البيانات وتحسين الأداء وإضافة التوقيع ليتم التشويش على ملف البايلوت وكما نلاحظ تم حاليا فك الضغط عن الملف إلى هذا المجلد الذي يحمل نفس الاسم طبعا يمكننا الآن حذف ملف APK حتى لا نوجع أي لخبطة أو ارتباك بين الملفات الآن لإعادة تجميع أو بناء ملف APK راح نقوم بتنفيذ الأمر APK طول مسافة وحرف B ثم اسم المجلد الذي يحتوي على ملفات التطبيق بعد ذلك نضع مسافة ثم شرطه وحرف O ونقوم بإضافة اسم جديد للملف الآن بعد إن قمنا بإعادة بناء التطبيق يمكننا حذف مجلد للملفات وكما نلاحظ إذا قمنا بتنفيذ الأمر التالي لنتحقق من التوقيع راح نجد أنه تم ميزال التوقيع من الملف إذن نقوم الآن بتنفيذ الأمر التالي لمحاذاة البيانات وتحسين الأداء نضع مسافة ثم ندخل اسم الملف مسافة ثم نكتب اسم جديد لملف الإخراج ونضغط انتر أخيرا بعد إن قمنا بمحاذاة البيانات وتحسين الأداء لملف راح نقوم الآن بحذف الملف السابق ثم بعد ذلك إضافة التوقيع للملف النيائي للحمولة إذن نقوم الآن بلسخ أمر التوقيع ثم لسخ بعد ذلك نستبدأ الفايل APK باسم الملف الذي راح نقوم بإضافة إليه التوقيع ونضغط انتر نقوم الآن بإدخال كلمة المرور الخاص بملف كيستور الذي هو طبعا ملف التوقيع الذي أنشانه قبل لحظات ثم انتر الآن إذا قمنا بتنفيذ أمر التحقق من التوقيع راح نقد أنه تم إضافة التوقيع إلى الملف وكما تلاحظ أخي الكريم هذا هو ملف APK النهائي الذي يحتوي على البيلود إذن راح أقوم بمشاركة الملف مع جهاز آخر وتقربة الاختراق لنتأكد هل يعمل معنا البيلود الذي أضفنا إلى الملف أم لا الآن بعد مشاركة الملف نقوم بفتح طار العمل للميتاس بلويت وتكوين جلسة الاستماع بعد فتح طار العمل نقوم بتنفيذ الأمر التالي لتشغيل وحدة المعالجة هنديلار بعد ذلك نقوم بتعيين البيلود المستخدم في إنشاء ملف الحمولة ثم نقوم بتعيين عنوان الاب على النحو التالي zero point zero point zero point بعد ذلك نقوم بتعيين البيلود الذي أضفنا إلى ملف الحمولة أخيرا بعد نقوم بتعيين جميع الخيارات يمكننا الآن تنفيذ أمر الاستغلال exploit إذن وكما تلاحظي الكريم الآن بمجرد أن نقوم بتخبيت وتشغيل التطبيق على الجهاز الهدف سيتم مباشرة تنزيل حمولة نهائية إلى النظام وفتح القلسة على ميتر بريتر والتي من خلالها يمكننا التفاعل مع الجهاز المستادر إذا قمنا الآن بتنفيذ الأمر بWD راح يعطينا اسم ومسار الحزمة الخاص بالملف الذي ضطنا إليه الحمولة